السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بوكلة اصباير الفين الانتحان الثالث. الصحة بتاعتك والبيبتر هتكون كويسة. اف يو اتمرنت على اساس منتظم. عايز كلمة منتظم. منتظم يعني رجولار. نقود بالك ان انت عندك بيز اساس دي كلا اسم. انت عايز صفة يبقى رجولار. طب جرادولي جرادولي تدريجيا وده حياة مش نافع مش عايزين احنا عايزين الصفة. جرادول تدريجي. اه صفة. رجولارتي دي اسمه برضو. احنا عايزين صفة اللي هي رجولار. ايام طايرد انا تعبان ونقط فور اوبر انا اوار. احنا اشتغلنا احنا مشينا اه لا اكتر من الساعة خلي بالك مركز عالوقت. لاتستوب اندريست فور اويل. يلا نقف وناخد اه نسريح شوية يعني. طيب. الجملة هنا ايام مضارع. يبقى الماضي يطلع بره. ماشي. وفور يبقى احنا عايزين اه مضارع تام. يبقى مضارع مستمرة يطلع بره ومضارع بسيط يطلع بره. يبقى هاف بين ووكينج. هاف بين ووكينج. احنا مشينا لمدة ايه? مشينا في الماضي لمدة اكتر من ساعة ولسه ماشيين يلا بقى نقف. ده المضارع التام المستمر. due to his experience. اه بسبب اه تجربته. he was named. تسمى اه نوعة for the general manager. تسمى ايه? تسمى ايه? تسمى المدير العام. candidate. ريزيمي اللي هي تساوي cv. internship اللي هو apprenticeship اللي هو زائرية. اه او عايز يقول تستحق ان هي يتم احمايتها اه من اللصوص في المنطقة. طيب الجملة بتاعتي دي جملة مجهول. جملة ايه? مجهول. طيب. دي سيرف دي بتيجي بعدها طول مصدر. وفي المجهول يبقى توبيو والتصريف الثالث. يبقى توبيو بيبروتكتد. i think the job is a good fit. good fit يعني مناسب. يعني بتسوي كلمة suitable. not in my class likes the english teacher. هو عايز يقول اه طلاب اللي في فصلة او كل الطلاب اللي في فصلة اناعرف الحكاية الوقتية. المهم ان هو بيقول ايه? بيقول likes. ده فعل مفرد. فعل بيجي مع المفرد. طيب. يبقى students مش نفع. وقول students مش نفع. ليه? لان students عايزة فعل جامع. فعل مغير اس. وقول students برضو عايزة فعل جامع مغير اس. طيب. every students دي كده ما تنفعش. بأفري بيجيب عليها اسمه مفرد. بأفري وان. طب ايه قالت افري وان? قالت افري وان. الفعل بتاعها مفرد والضمير جامع. اي حاجة فيها وان? الفعل بتاعها مفرد والضمير ايه? جامع. on my way home. اه في طريقي اي سو ابيجر. انا شفت الشحات. on the ground على الارض. بصيد زباب منت بجانب الرصيف. طيب. coaching معناه تدريب وكاشنج يعني نقود. اه وسماش يعني يحطم. و crouch يعني يعني ينحني. يبقى الشحات ده كان ايه? كان منحني. crouching. ايه? ايه? thick. ايه? ان اعطهم وان علي فوند ايه بصيد 6. طيب. والله لو جبت اقريف معهم يبقى مافيش حرف جر يا رايس. او القريف هم على طول. او كام هم على طول. وانت هم على طول. او جو هم على طول. ايه? او ايه؟ انا كنت في في البيت لما علي إتصال الساس طمص هذه السنة أنا تقريبا زرت كل البلاد الأوروبية عندك اسم جامع ما فيش ماتش ماتش مش نافع ماتش دي عايزة اسم لا يعد وإيتش عايزة اسم مفرد وإفري عايزة اسم مفرد وإفري عايزة اسم جامع سوحة السستر أخت سوحة ساعدتها سو ماتش كتير جدا ليه يا سيد؟ عشان تتغلب على الخجل بتاعها يتغلب علي بـ إنقام الدخل يكل بالزيادة معدل زائد يوجد بعض الولاد الصغيرين طي صغير خلي بالك إن الليتل هنا تترجم صغير وليس قليل لأن لو هي قليل يبقى لازم يجيب عليها اسم لا يعد يبقى لتل لها معناين يقام صغير يقام قليل لو هي قليل يبقى اسم لا يعد صغير يبقى اسم يعد هنا قليل وهنا معناها صفة عشان بويس دي اسم يبقى أدجكتر يبقى لتل هنا معناها أدجكتر معي نقطة وفي إنجليش وانت هيلب مي فاين دي اسم يبقى هو عايز يقول لي المستوى الحالي بتاع الإنجليزي بتاعي مش مساعدني إن أنا أجد وظيفة ومناسبة كلمة حالي بليفل دي اسم يبقى نعيز صفة يبقى كارانت أما الكارانت اللي في رقم دي دي معناها زبيب كارانت سي لفي سي عملة كارانت اللي حال كارانت هات دي اسم يبقى والاكارانت اعتقد إن المشتبه يعرف كبين يبقى الوضع أين الجسم مدفون المدفون دي يعني مبني المبهول يبقى ووز باريد which of the following sentence is banked with it correct من فضول تركيمة الحمو صح عشان ما تتوقعش دماغك بيقول لي jim lives in australia طيب ماشي يا سيدي his brother lives in england واخوه عايش في انجلترا ماشي هنا جملة دي صح jim lives in australia دي جملة وقال لي his brother lives in england يبقى السميئولن دي صح صح يليه الآن الجملة التانية دي ملهاش معنا بدون الجملة الاولانية الجملة التانية دي تكميلا وجملة الاولانية بقي نحط السميئولن لما يكون الجملة التانية دي ما ينفعش يتقل وحدها يبقى نحط ايه سيمي كولن في رقم بي مش حاطت حاجة ما يتنفعش في رقم سي حاطت نقطة يبقى احنا مفروض هتنفعش لازم سيمي كولن وكمان لو نقطة يبقى لقتش كابتل بتاعت هز في رقم دي حاطت نقطةين فبعض فمش نفع برضه يبقى عشان تجيب جملة واتكمل واتكمل بجملة ثانية لازم تحط سيمي كولن وكذا نكون خلاصنا امتحان الثالث من بكرة اصباير 2024 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته